السلام عليكم يا شباب معكم يا سين من قناة ياس بلاي سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبة جتائف 5 في حلقة اليوم سنقوم بشيء مميز جدا في بداية اللعبة فإننا نقوم بالاشتغال مع سيميان وهذه من بين المهام الأولى التي نقوم بعملها في لعبة جتائف 5 وسيميان هو شخص عنده محل خاص بالسيارات يسرق سيارات ويقوم بأخذ تلك الأجزاء التي تشغل فيها بشكل جيد ويقوم بتغيير لواحة السيارات إلى آخره ويعيد بيعها بثمن خيالي جدا الشيء الذي سنفعله يا سيقة في حلقة اليوم هي أننا سنحاول اكتشاف ما الذي سيحدث إذا قمنا بالمجيء عند سيميان بعد قيامه بطردنا من العمل لهذا السبب يا سيقة علي المجيء أوه لا أستطيل الدخول من هنا عجيب جدا علي الدخول من الباب الآخرى من الورع لهذا السبب الشيء الذي سيفعله هو أنني سأقوم ببضعة ما أتوقع سأقوم بهذه المهمة والمهمة التي تليها هي مهمة وهي تلك المهمة التي سيقوم سيميان بطردنا فيها عندما سأصل لمهمة سأعود لكم وأعطيكم يا أصيقاء يجب علي القيام أولا بهذه المهمة الخاصة بسرقة الدراجة سأحاول قتل هذا الشخص عندما سيضار ومتازل قدار جيد جدا هيا تعال تعال ها هي يصعد معي آه لقد أخذ سيارتي جيد آه انتظر وانتظر عندي فكرة رهيبة جدا مدى سيفعل لمار لأن في هذه اللحظة قال لي بأن سيلتقي بي يا شباب هنا في هذا المكان في الواش لكن شيء الذي حدث هو أنني استطعت قتل ذلك الشخص بسرعة أكبر وحصلت على الدراجة النارية لهذا في إمكان اللحق بلمار لك أرى إلى إن سيدهب بالضبط سيدهب لنفس المكان الذي سأذهب لا لكن أتوقع بأنه وقف حسنا سأنتظر قليلا هنا فقط لكي أكتف إلى إن سيدهب نعم لقد مر من هنا مئة في المئة سيدهب كذلك للكارواش نعم يا أصيقاء لكن يحترم قوانين سيلة هذا سبب سأتركه هناك وسأذهب للكارواش سأسبقه وبعدها سأعود لكم لكي نقوم بعمل المهمة الأخيرة الخاصة بسيميان وفي تلك المهمة سيقوم سيميان بطردنا وأتلكم يا أصيقاء وها قد جيت عند السيميان في هذه اللحظات فإننا سنبدأ المهمة الخاصة بسرقة السيارة في منزل مايكل وبعد إنهائنا هذه المهمة مباشرة فإن السيميان سيقوم بطردنا من العمل لقد وصلت لمنزل مايكل هناك العامل في ذلك الاتجاه لكني سأتجاهله وسأحاول يا شباب الصعود من هنا لأنه في إمكانكم الدخول من هذا المكان وبهذه الطريقة تستطيعون الدخول بسرعة أكبر وتجاهل ذلك العامل أصلا لن يستطع رؤيتكم جاي 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 مع السلامة يا أيها العامل ستبقى يا أيها العامل على قيد الحياة هل في إمكاني الدخول بطريقة أخرى؟ ما الذي سيحدث إذا دخلت من هذا الباب؟ سأحاول استعمال لموضات وسأحاول التنقل لمنزل مايكل لأنه في إمكاني التنقل لمنزل مايكل ممتاز لقد استطعت الدخول لمنزل مايكل جيد بالنسبة للموض المينيو فإنه لا يشتغل عندي في هذه اللحظات لإذا استعمالت لموضات لآخر مايكل غير موجود أصيقاء لاحظتم؟ مايكل غير موجود في السيارة بعدما كنت بالتنقل لمنزل مايكل أوه لكن هذا الباب لقد قفل عليه غريب جدا العامل لا يزال موجود هناك كذلك استطع رؤيته غريب والآن شخصيتي لقد توقفت لا استطع يا أصيقاء تحرك ممتاز ممتاز استطعت التحرك الآن حسنا سأقوم بالتنقل مرة أخرى لمنزل مايكل لكي استطع يا أصيقاء تقول لي أنني بعدما دخلت للجاراج الخاص بمايكل لقد قفل علي الباب هيا يبتعد يبتعد يا فراك مرة أخرى لقد توقف فراك لا استطع التحرك يا أصيقاء جيد جيد الآن استطع التحرك باب غرفة تريسي فإنها مفتوح لكن لا يوجد أي أحد لا يوجد أي أحد يا أصيقاء في غرفة تريسي غريب جدا يعني إذا تنقلتم لمنزل مايكل قبل أن تأتوا هنا وتبدأ الكاتسين فإن هذا ما سيحدث لن تجدوا لا عائلة ولا أي شيء المكان في الناس يكون فارغ غرفة مايكل هي الوحيدة المقفلة لاحظتم لا أستطع الدخولها هناك شيء عجيب جدا يحدث في تلق الورفة ما الذي سيحدث إذا حاولت المرور من هنا؟ لقد بدأت الكاتسين الآن هل ستمر تريسي الآن؟ لم تمر تريسي يا شباب لم أشاهدها بعد سمعت كلامها لكني لم أشاهدها وبالنسبة لشخصية فرانكين فإنها متوقفة هناك حدثت غليتش لقد حدث شيء أصيقاء غليتش في لعبة جتا إفا ولا أستطيع الآن فعل أي شيء سأحاول تنقل مرة أخرى لم أعود أفهم أي شيء يا أصيقاء حسنا ما الذي سيحدث إذا قمش بأخذ السيارة؟ ومايك الغير موجود فيها؟ أوه فشلنا في المهمة ما الذي حدث؟ قالوا لي بأن العائلة اكتشفت أمري لكن لا توجد أصلا العائلة ولا أي شيء عجيب جدا من اللازم عليكم يا أصيقاء القيام بالمهمة والدخول من النافذة إذا لم تدخلوا من النافذة فإنكم ستفشلون ببساطة عندما تقومون بأخذ السيارة لأن مايك الغير موجود في السيارة لأنكم إذا أخذتم السيارة في تلك اللحظة فإن الشيء الذي يحدث ببساطة هو أنكم يا أصيقاء ستستطيعون إعادة السيارة لسيميان وسيفرح سيميان لن يقوم بطردكم ولا أي شيء وستستمرون في العيش مع سيميان حياتكم كلها وقصة جدا إفايف فإنها ستتغير ببساطة آه يا أماندا لقد جاءت مع مدرب تينيس السلامة يا أماندا سيوليتر نعم في هذه اللحظات عندنا البلانكيج هنا في الوراء يعني فإن مايكل موجود الآن سنقوم بأخذ السيارة وسندها فهنا نحن دان نتصل بالسيميان لكي نقول له بأننا قمنا بسرقة السيارة لأمور صراحة فإنها جيدة جدا كل شيء مميزة لكن المفاجأة التي ستحدث هي أن مايكل في هذه اللحظات كما تلاحظنا ولقد خرج أثقاء من السيارة وسيقوم بتهدير فرانكلين لحظة الحقيقة في هذه اللحظات هنا مباشرة بعدما سندخل في هذا الزجاج فإن السيميان سيقوم بطردنا لقد دخلت يا شباب ها سيميان جاي 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 مسكين خائف تعال يا سيميان سأدمره بسرعة البرق لا تقلقوا وها قد استطعت تدمير سيميان في هذه اللحظات فإن الشيء الذي يحدث هو أنكم تقومون بإنهاء المهمات في هذه اللحظة إذا حاولتم الدخول فإنكم تستطيعون الدخول لمحل سيميان جميع أبوابه فإنها مفتوحة وإذا قمتم بالتغيير لفرانكلين ستلاحظون بأن فرانكلين فإنها موجود كذلك هناك وفرانكلين في هذه اللحظات فإنها حزين جدا حسناً وتكلموا مع الأمار قاللة بأنها لقد تم طرد هنا بالأسف شديد لقد تم طرد هنا إذا عدتم ستسلاحظون بأن مايكل لا يزال موجود فهو يا أثقاء ومايكل في هذه اللحظات فإنه سيتكلم معكم على سيميان حسناً إذا سمعتم الحديث الذي ضار بين مايكل وفرانكلين لقد قال لا مايكل أنا متأسف كثيراً لأنك فقدت عملك إلى آخره وفي إمكانكم كذلك الدخول لمحل سيميان في هذه اللحظات لكن شيء الذي ستلاحظون إذا عدتم بواسطة فرانكلين هو أن سيارات سيميان لقد اختفت يا شباب هل لاحظتم؟ سيارات سيميان لقد اختفت هناك سيف جيم واحدة في إمكانكم العودة لسيميان وستلاحظون بأن سيميان عاد للعمل الآن سأدخل لكم يا أثقاء لأحد السيف جيمز الموجودة عندي سأدخل لها يا أثقاء وسأعود لكم وها قد وصلت لمحل سيميان ستلاحظون بأن الشيء الذي فعلها سيميان هو أنه قام بتغيير محله هنا لقد كان الزجاج قام بقفله يأثقاء بواسطة الود أو الخشب والشيء الذي يحدث إذا حاولتم الدخول في هذه السيف جيم فلا يمكنكم يعني أن السيميان لقد توقف عن العمل لم يعود يشتغل في محله لا توجد لا سيارة ولا أي شيء بعد قيامكم بمهمة فإن السيميان سيتوقف عن العمل في محله مدة ثلاثة مهام لكن سيعود لهذا الشيء الذي فعلته أنني بحثت عن السيف جيم التي سيعود لها ولكي نرى ونكتشف ما الذي سيحدث إذا قمتم بالعودة عند سيميان بعدما قام بطرد فرانكلي من العمل هو ولمار في لعبة جتا فايف سنقوم بعمل تجربة بمايكل أولا بعدها سأعيد الدخول لنفس وسنقوم بعمل تجربة بفرانكلي لكي نرى ونكتشف ما الذي سيحدث بالضبط وها قد دخلت لتلك السيف جيم يا أصيقاء الآن شيء الذي سأفعل هو أنني سأتجه مباشرة عند سيميان سنأخذ سيارة ابنتنا تريسي وسنتجه عند سيميان وستروا يا أصيقاء الشيء الذي سيحدث صراح فإن رايب جدا أول مرة سأقوم بنشر هذا الشيء معكم ولا تنسوا إذا عجبتكم الحلقة الخاصة بليون فقم بدعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا المقطع مع أصيقائكم لأننا أثناء تختمينا لعبة جتا ايفايف لم يكن لدينا وقت وخصوصا أننا تختمت فإن الدعم يكون ضعيف كثيرا عليها وليس لدينا الوقت لكي نستطيع العودة مثلا عند سيميان لكي نرى ونكتفها لأعادة فتح محلي أملا لأننا نكون مركزون فقط على التختم لكن هذه التجارب هي التي تسمح لنا لكي نستطيع اكتشاف هذه الأمور التي لم نكتشفها أثناء تختمنا جدا في هذه اللحظة فإن أماندا ستتصل بي لكي أقوم بمساعدتها لكن مع الأسف شديد لن أقوم بمساعدتها في حلقة اليوم لأن عندنا تجربة يجب علينا القيام بها لقد اقتربتم الوصول لمحل سيميان نعم هو موجود هنا على اليسار مع السلامة يا أماندا المهم إذا جيتم في هذه اللحظات لمحل سيميان ستلاحظون بأن عندنا سيارات أمام من محل سيميان لم يقم بعد بوضع زجاج في هذا المكان لكن السيارات لقد عادت يعني أن سيميان عاد للعمل وإذا لاحظتم هنا في هذا المكان عندنا سيارات كذلك في محل سيميان الشيء الذي سيحدث إذا قمتم بالدخول بالنسبة لشخصيات مايكل سأدخل من هذا الباب الأمامي وبالنسبة لشخصيات فرانكلين هو ها هو لقد جاء اللحظتم لقد جاء يا أثقاء وهرب اللحظتم يا شباب لقد جاء وهرب آه سيميان لقد ذهب لكنني لن ألحق به الآن بل سأعود وستلاحظ بأن عند هؤلاء الأشخاص يتشغلون معه سيحاول اللجوم عليكم لكن لا أعلم لماذا لم يجوموا عليه لأن سيميان قال له بأن هذا هو الشخص الذي قام بتدميري وضربني لهذا السبب أن أتوقع بأن هؤلاء الأشخاص بعدما سمعوا بأنني جئت لقد بدأوا فلورو اللحظتم تريد ضربة أيها الكلب لماذا تتشغل أنت عند سيميان؟ لا يجب عليك الاشتغال مع سيميان المهم سيميان لقد هرب يا أثقاء وقال لهم بأن هذا هو الشخص الذي دمرني أرجوكم أهجوم عليه لكن شيء الذي حدث هو أن هؤلاء الأشخاص لم يهجوموا عليه بل لقد خافوا لقد خافوا يا أثقاء وهربوهم كذلك من المحل خافوا أن يقوموا مايكل كذلك بتدميره ولقد ترك محله فارغ لي هل تعتقدون بأن نفس هذه اللقطة التي ظهرت لنا الآن ستظهر كذلك لفرانكلين لست متأكد المهم سيميان خرج من هذا الباب وقال لهم هذا هو الشخص الذي هجم عليه وبعدها لقد هارب ترك المحلي أصدقاء فارغ وارب ترك سيارتي ترك كل شيء وارب عجيب جدا الآن سأعيد الدخول لنفس هذه السيف جيم لكنني سأتي عند سيميان بواسطة فرانكلين من الممكن أن فرانكلين سيوبغ سيميان وسيقول له لماذا يا سيميان طردتني لا ما فعل أي شيء من الممكن أن ستظهر لنا كاتسين سرية في لعبة جيتي افا لهذا السبب لا تذهبوا لأي مكان ونلتقي عندما أغير لفرانكلين وعدت لكم يا أصيقاء ها قد غيرت لفرانكلين ماذا يفعل فرانكلين هنا بالضابطة يشتري تلك الأشياء الجميلة انتضر tight احسنت احسنتKO سنحن بغيرتني الشاحنة هنا هي السيارة的话 اوها الدراجة ممتدة سنأكون هذه الدراجة وسنذهب عند سيميان تخيلوا لو قال لنا سيميان يعطيني تلك الدراجة الخضرات التي قمتم بسرقةها ولم تعيدها لي وسيعيدك لكي تشتغل معنا وستظهر لنا مهام أخرى خاصة ب سيميان اذا حدت هي ودافة ان الأمر سيكون رائع جدا وайнا أعطي لكم يا شباب لقد وصلت لمحل سيميان لكن هذه المرة بوسطة فرانكلين إذا تذكرتم في المرة السابقة لقد دخلنا من ذلك الباب هناك هذه المرة لمحل فإنه فارغ وليس ممتلئ غريب جدا حسنا استطعت الدخول لكن هذه المرة لمحل فارغ من الممكن أنني جئت بسرعة لهذا السبب فإن المحل فارغ وعدت لكم يا أصدقاء لقد بتاعت وعدت مرة أخرى فإذا بيأكتشف بأن المحل لقد أصبح ممتلئ من الممكن أننا حدثت غليت من الممكن أننا لم نقوم بعمل لود بشكل جيد للعبة بعدما بتعانت قمت بتغيير توقيت لقد ظهرت سيارات مرة أخرى يا أصدقاء والسيميان فإنه موجود في المحل في المرة السابقة دخلنا من ذلك الباب هناك هذه المرة سأدخل من هذا الباب الموجود هنا هنا أنت يا سيميان غريب لم يظهر لي سيميان يعني فإن هذه اللقطة يا شباب إذا كنتم تريدون منها أن تظهر لكم فيجب عليكم من اللازم الدخول من هذا الباب عليكم الدخول من هذا الباب إذا دخلتم من ذلك الباب الموجود في تلك المنطقة فإن السيميان لن يظهر لكم وهذا صار حسير رهيب جدا لأن السيميان يخرج من هذه الغرفة وبعدها يهرب من هذا الباب منطقيا إذا دخلتم من هذه المنطقة فإنكم ستستطيعون القبض على السيميان لكن شركة روكستر جيمز لا تريد مننا أن نقبض عليه لهذا السبب لم يظهر لنا وعدت لكم يا أصنقاء لقد فعلت نفس الاستراتيجية وعدت لمحل السيميان هذه المرة وصلت من لمحل عندنا العديد من سيارات لكن السيارات التي كانت موجودة هنا في الخارج لقد اختفت ما الذي سيحدش إذا قمش بالدخول؟ نعم لقد ظهر سيميان مرة أخرى هلا حظتم؟ هذه المرة قال لهم هي هي يعني أمسكوا بذلك الخائن بنسبة لهؤلاء الأشخاص في إنهم جاي لا لا لقد هربوا اعتقدت بأنهم جايين يريدوا الهجوم عليه لكنهم لم يهجموا عليه بل لقد هربوا يعني هذا ما يحدث كذلك إذا جيتم من المحل تقريبا نفس الشيء سيظهر سيميان سيخرج من تلك الغرفة وسيهرب ونفس الكاتين ستظهر أوه لقد ضرب هذا الشخص هل مات؟ لم يموت بل لقد استمر في الهروب غريب جدا استمر في الهروب وخاف مني خاف من فرانكلين عرف يا أثقاء بيتنا فرانكلين إذا أمسك به فإنه سيدمره عجيب لكن لا أهلم إلى إين سيداب من الممكن أن سيداب لمنزلي وسيقفل على نفس الباب لقد ترك السيارات ترك كل شيء وهرب يا أثقاء عجيب المهم هذا ما سيحدث يا شباب إذا قمتم بالعودة عند سيميان بعدما قام بطردكم في لعبة جدا أتمنى أن التجربة الخاصة بليوم أعجبتكم وأن حلقة اليوم أعجبتكم إذا أعجبتكم يا أثقاء فلا تنسوا قم بتعملها بالضغط على زر لايك وانشروا هذا المقطع مع أثقائكم وإذا لاحظتم لقد تعبت كثيرا من الممكن أن أموت يجب علي الاستراح ومع الأسف شديد إذا استرحت فإن سيميان سياربه يا شباب ولن تستطيع اللحاق بها لاحظتم لأن الصامن الخاصة بفاي ضعيفة جدا لقد هارب يا شباب حسنا استودعكم الله الذي لا تضعي ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى